الذي ينجي من عذاب القبر في الحقيقة ويكون سببا في النعيم أن يكون العبد دائما مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى مشمرا عن ساعدي الجد عابدا لربه سبحانه وتعالى ومولاه العبد يجب أن يكون عابدا ساعيا في طاعة الله عز وجل والعبد المطيع هو الذي ينعم في قبره ثم يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم جميعا من عذاب القبر وأن يرزقنا نعيم القبر مما الأشياء المنجية من عذاب القبر أن يستعيد العبد من فتنة القبر وعذاب القبر لأنها أمر مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر وأعلى هذه الأمة إيمانا صلوات الله وسلامه عليه وقد نال الدرجات العلا عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه كان يستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر وكان يأمر صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بذلك فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد نال الدرجات العلا عند ربه ومولاه يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر فماذا نقول نحن يا أهل الإيمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه فيه ناس أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وأحتاج إلى أن أذكر لكم بعضهم بصورة عاجلة كي نستفيد من ذلك يعصمون من فتنة القبر وعذابه وأنا أذكر ذلك حتى أيضا نحن نسعى في تحقيق ذلك نسعى في أن نحقق الأسباب التي تقين عذاب القبر وتكون سببا في أن ننعم فيه بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بعض الناس يقومون بأعمال جليلة أعمال مباركة تكون سببا في أن الله عز وجل لا يذيقهم عذاب القبر وينعمهم بالنعيم المقيم في الدار الآخرة من ذلك الشهداء الذين يقومون بحفظ هذا الدين ويقومون في وجه الكافرين ويدافعون عن أرضهم وبلادهم وأعراضهم هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله لا بد أن تكون لهم مكانة عند الله عز وجل وانتهز هذه الفرصة لأقول للجنود جنود المسلمين في البلاد الإسلامية أبشروا بفضل الله عز وجل ونعمه إذا مات الواحد منكم شهيدا فإنه سينعم في القبر ويجنب عذاب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه يروي عن النبع صلى الله عليه وسلم فيقول للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر تأمله الشهيد يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين هذا لمن هذا للشهيد في سبيل الله تعالى فأبشروا يا من تقومون على نصرة دين الله عز وجل وتجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى وتدافعون عن دينكم وأوطانكم وتحمون بلادكم من مات منكم له أجر الشهادة والله عز وجل في كتابه يقرر أن الشهيد لم يمت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يوزقون من جاهد في سبيل الله عز وجل فقتل أو من دافع عن دينه وماله وعرضه فقتل من دافع عن أرضه من تسلط المعتدين عليها فقتل هو حي عند ربه سبحانه وتعالى مولاه حياة برزخية لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أيضا ممن هم في نعيم مقيم ويجارون من فتنة القبر وعذاب القبر وينعمون يوم الدين الذين يموتون مرابطين في سبيل الله تعالى الذين يموتون مرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى رأى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر كلام جميل كل من يموت خلاص يختم على عمله إنما من يموت هو مرابط في سبيل الله تبارك وتعالى الله عز وجل ينمي له عمله ويستمر ذلك إلى يوم القيامة كما أنه يأمن من فتنة القبر وسؤال الملكين فيهما اللي يموت يوم الجمعة أيضا اللي يموت يوم الجمعة له فضل عظيم عند رب العباد وهذه الوفاة تكون سببا في نجاته من عذاب القبر وإذا وقف وحشر بين يدي ربه ومولاه وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتة القبر أسأل الله عز وجل أننا نموتهم الجمعة حتى نقي هذه الفتنة العظيمة التي كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدعون الله عز وجل أن يجنبهم إياها فتنة القبر اللي يموت بداء البطن يموت مريض بداء البطن بداء البطن مشهور الآن الكبد وغير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلامه عليه لما ذكروا له أن رجلا توفي مات ببطنه فماذا قال صلى الله وسلامه عليه من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره هكذا يقول صلى الله وسلامه عليه ولذلك إخواني الكرام وأنا أتكلم ولم أنتهي بعد من عذاب القبر ونعيمه ولكني أثبت ذلك كما نطق بذلك القرآن الكريم وصح الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام أقول في نهاية المقال في ذلك يجب أن يكون الموت أعظم واعظ لنا وجاجر لأننا ننتقل بعد الموت مباشرة إلى القبر والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النال ولذلك يا عبد الله تفكر في الموت وما يكون بعده حتى تكون على حذر منه القرآن الكريم نفسه في كتاب الله عز وجل أكبر زاجر وواعظ لنا في الموت وما يكون بعده تأمى القول الله تعالى عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أتاني جبريل فقال يا محمد هذا للنبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت يا عبد الله لا تظن أن الدنيا مفتوحة أعيش ما شئت تعيش مئة سنة أكثر أقل فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعز المؤمن استغناؤه عن الناس فحققوا يا إخواني هذه الصفات الكريمة فيكم واعلموا أننا مقبلون على أمن عظيم أننا مقبلون على أمن عظيم أن يكونوا بعد الموت فأخلصوا العمل لله في الدنيا وصححوه واسعوا بالطاعات وفعلوا الصالحات شكرا